نروح مع بعض على تاني جزء في محاضرتنا النهاردة ألا وهي الـ Diffuse Neuro Endocrine System أو الـ APUD Cells الخلايا اللي عمالين نعيد ونزيد فيها من أول ما بدأنا الـ Endocrine System عيلة عبد الواحد وأدي دي إيه عبد الواحد شخصيا عايزين نعرف هي الـ Diffuse Neuro Endocrine System دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن خلايا بتبقى موجودة كده فرضاني أو بتبقى موجودة في مجموعات صغيرة بتبقى متنطورة في الأنسجة والأعضاء المختلفة بتاعة جسمك الخلايا دي بتفرز هرمونز الهرمونات دي عادة بتبقى عبارة عن بيبتايت خلي بالك إن الخلايا دي كلها بتصنع هذا الهرمون بطريقة بتبقى إكسيكلوسيف يعني طريقة كده حصرية لن تجدها إلا في هذه الخلايا الطريقة دي اللي هي عبارة عن إيه؟ الطريقة دي عبارة عن إنها بتصنع المونو أمين بطريقة بقول عليها الأبتيك بتاع الأمين يعني إيه؟ يعني الخلايا دي بتيجي تاخد المصدر بتاع الأمين اللي هو الفايف هايبتروكسي تريبتوفان والدوبا وتقوم جاية شيلة منه الكاربوكسايل كروب تعمله دي كاربوكسيليشن عشان تحول البريكيرسر ده لأمين فمن هنا جاء الإسم اللي أنا بقول عليه الـ APUD Cells الـ APUD Cells ده اختصار إيه؟ إيه اللي هو الأمين P اللي هو البريكيرسر اللي هو المصدر بتاع الأمين U الأبتيك إنها بتاخد الأمين بريكيرسر وD إن هي بتعمله دي كاربوكسيليشن أو بتنزع منه الكاربوكسايل جروب علشان إيه شباب عشان تيجي وتصنع هذا الهرمون طب هي ليه تسمي الـ Diffuse Neuro Endocrine System Diffuse لأنها بتبقى منتشرة في أورجنز وتيشوز مختلفة بتاعت جسمك وبتبقى متنطورة ما بين الخلايا بتاعت هذه الأورجنز تاني حاجة كلمة Neuro Endocrine يعني إيه؟ Endocrine ليه تسمت كده؟ لأنها بتفرز هرمونات بتطلع على الدم نيورو تسمت كده ليه؟ خلي بالك الحتة دي فيها أقويل مختلفة يعني فيه ناس قالت إن هي تسمت نيورو لأنها ليه إكتوديرمال أورجنز زيها زي الـ Neurons اللي هي الخلايا العصبية وفيه قالوا لأنها بتشتغل Under Nervous Control ولكن دلوقتي المراجع الحديثة كده إنها تسمت نيورو لأن الهرمونز اللي هي بتفرزها لقوا إنها بتتشابه جداً مع الـ Peptides اللي بتفرزها الـ Neuro Secretory Cell بتاعت البريد اللي هي عبارة عن الخلايا العصبية المفرزة للـ Peptides فـ Peptides اللي بتفرزها الـ Neuro Endocrine Cells دي اللي هي الـ APUG Cells دي لقوا إن فيه تشابه كبير جداً في طبيعة الـ Peptides اللي بتفرزه الـ Neuro Secretory Cells بتاعت إيه؟ بتاعت البريد اتفقنا شباب؟ طب عايزيننا عرباء الهرمونات اللي بتتفرز من الخلايا دي بتشتغل إزاي؟ بيقولك والله بتشتغل بتلت طرق طريقة بقول عليها Paracrine طريقة بقول عليها Autocrine وطريقة بقول عليها Endocrine إيه الفرق ما بين التلاتة؟ في الـ Paracrine Method اللي بيحصل إن الهرمون بيجي يتفرز من الخلية ويجي يشتغل على الخلايا اللي جنبه على طول ومن هنا جال اسم بتاع إيه؟ Para Para يعني إيه؟ يعني اللي حواليه اللي جنبه فهنا الهرمون يتفرز من الخلية ويشتغل على الخلايا اللي جنبه ونفس الطريقة اللي اشتغلت بها إيه؟ الخلايا بتاعت إيه؟ البانكريس إن هي الهرمون يتفرز من خلية وإيه؟ ونشط أو عمل إنهيبشل للخلايا إيه؟ أو للأكشن بتاع الخلايا اللي جنبه تاني طريقة اللي بقول عليها Autocrine وكلمة Auto يعني ذاتي وcrine يعني Secretion فإذن اللي بيحصل هنا إيه؟ إن الخلية بتفرز هرمون يشتغل على إيه؟ على نفس الخلية من هنا جاء اسم إيه؟ Auto اللي هو الزاتي يعني عارف كده زي فكرة انقلب السحر على السحر هي أفرزة هرمون الهرمون ده يشتغل على إيه؟ على نفس الخلية أو الطريقة الثالثة اللي بقول عليها Endocrine وكلمة Endocrine يعني إيه؟ يعني صماء أ يعني إيه؟ Endo يعني الهرمون ده هيجي يتفرز من الخلية على مين؟ على جوة إيه؟ البلود فيسلز ويقوم رايح عن طريق البلود على إيه؟ على خلايا تانية في مكان بعيد علشان يشتغل عليها اتفقنا شباب؟ طب عايزين نعرف إزاي نقدر نتعرف على هذه الخلايا وسط الخلايا بتاعة الإيه؟ الأوركنز بيقولك أولا لو جيت سبغت الخلايا دي بالهيماتوكسن والإيوسين بلقيها ما بتبقاش بينة كويس يعني بتبقى إيه؟ بتبقى فتحة قوي وهي ليه فتحة؟ عشان زي ما قلنا قبل كده إن هذه الخلايا بتحتوي على كمية متوسطة أو قليلة من إيه؟ من الأورجانيلز وقلنا وقتها ليه؟ لإنها بتيجي تصنع وتفرز الهرمون بمعدل بطيء عشان كده ما بيبقاش فيها أورجانيلز كتير طب عشان أشوفها بقى بوضو هعمل إيه؟ عندي طريقتين أول حاجة باستخدام سبيشيالستين أو سبغات خاصة زي إيه مثلا؟ زي الكروميام سولد اللي هو أملاح الكروميام بتلاقي اللي بيحصل إن السيكريتور جرانيولز اللي جوه الخلايا بتتفاعل مع الأملاح بتاعت الكروميام وتديني سبغة لونها إيه؟ لونها بوني زي ما انت شايفين ومن هنا جاء اسم هذه الخلايا إنه بتتسمى الكرومافين سيلز يعني كمان اللي ها اسمي تاني بيقولوا عليها الكرومافين سيلز كرومافين يعني يعني جاية من إنها بتحب أو لها قابلية للايه؟ للكروميام للأملاح بتاعت الكروميام أو أسبغها بالصبغات اللي بيقول عليها السيلفر السولد اللي هي أملاح الفضة ولما باجي أسبغها بلاقي إيه؟ بلاقي من الجرانيولز بتاعتها ظهرت باللون زي اللون بتاع إيه؟ الفضة عارف الفضة لما تصدي كده بتدي لون إيه؟ بقول عليه راستي أو لون كده عامل زي لون البني فاللون اللي هو الفضة لما بتصدي ومن هنا جاء اسم الخلايا ده اللي بنقول عليها أرجنتافين سيلز وكلمة أرجنتا يعني إيه؟ أرجنتا باللاتيني اللي هو الفضة وأفين يعني لها أفينيتي يعني لها قابلية للإيه؟ للفضة فعشان كده تسمت بالأرجنتافين سيلز خلي بالك أنت عارف الأرجنتين تسمت أرجنتين ليه؟ عارفين ليه؟ لأن هي كانت كان اسمها بتقول عليها بلاد الفضة لأن هم الأسبان لما راحوا علشان يغزوا الأرجنتين كانوا فاكرين أن فيها إيه؟ فيها بقى فضة كتير قوي لكن طلعنا أبوهم على شونا لا طلعوا فيها فضة ولا حاجة يعني فمن هنا جاء الإسم إنها تسمت إيه؟ أرجنتافين اللي هي إيه؟ أرض الفضة طيب تالت طريقة عشان أقدر أشوف بيها الديفيوز نيورو اندوكراين سيستم هعمل إيه؟ حاجي أعمل لها حاجة إيميونو هستو كيميكال ستين وكلمة إيميونو هستو كيميكال يعني إيه؟ إيميونو يعني أنا بستخدم أنتيبودي جسم مضاد مصنع ضد إيه؟ ضد البيبتايد هورمون إيميونو يعني أنتيبودي هستو يعني نسيج كيميكال يعني مادة معينة يعني أنا بستخدم أنتيبودي ضد مادة معينة موجودة في النسيج إزاي الكلام ده؟ الكلام ده بيحصل جوه المعامل إن أنا باجي أستخدم جسم مضاد مصنع أنتيبودي الجسم المضاد المصنع ده بيبقى أو بيتصنع عشان يستخدم ضد أنتج معين موجود في النسيج الأنتجين هنا في الحالة دي حيعتبر عن إيه؟ حيعتبر البيبتايد هورمونز اللي هو موجود جوه السيكريتور جرانيولز خلاص؟ فأنا حصنع أنتيبودي معين ليه والأنتيبودي ده حمسكه في صبغة بتبقى فلوريسنت يعني إيه فلوريسنت؟ يعني صبغة مشاعة فلما يحصل أن الأنتيبودي ده يجي يمسك في الهورمون بتاعه يحصل إيه؟ يحصل تفاعل التفاعل ده ينتج عنه إيه؟ ينتج عنه إن الخلية أو السيكريتور جرانيولز اللي جواها بتيجي تتصبغ بلون معين زي اللون البني كده فأقدر في الحالة دي أشوف هذا اللون بوضوح تحت إيه؟ تحت الميكريسكوب فلما أجي أبص على الخلية بتاعتي ألاقي إيه؟ جواها حاجات بني ده الحاجات البني ده إيه؟ ده عبارة عن إيه؟ التفاعل اللي حصل ما بين الأنتيبودي وما بين إيه؟ الهورمون اللي هو موجود جوه السيكريتور جرانيولز اتفقنا شباب؟ طب عايزين نعرف إيه التركيب بتاع الـ Diffuse Neuro Endocrine System خلينا أقول لك إن الخلية دي بالإلكترو مايكريسكوب بيبقى شكلها هرمي زي الهرم كده بيبقى لها كمة ديقة وقعدة بتاعتها بتبقى عريضة طب السيتوبلازم بتاعها وضع إيه؟ إحنا قلنا إنها عبارة عن peptide أو polypeptide secreting cells يبقى إذن حتحتاج المكن بتاع إيه؟ بتاع عائلة الـ Protein Secreting Cells ألا وهو مين؟ ألا وهو الـ Rough Endoplasmic Criticulum الميتوكوندريا الجولجي أباريتس والسيكريتوري جرانيولز إلا إن إلا إن هذه الخلايا كلها بتيجي تصنع وتفرز الهورمون بمعدل بطيق عشان كده كمية الأورجانيلز عندي بتبقى إيه؟ بتبقى قليلة أو متوسطة متوسطة وخلي بالكو شباب من حاجة مهمة قوي إن لو الخلايا بتاعتي بتاعتي الـ Neuroendocrine قعدة على بيزة اللامنة معنى كده إن السيكريتوري جرانيولز بالجولجي أباريتس حيبقى إنفرانيوكليار يعني إنفرانيوكليار هيبقى تحت النواة ليه تحت النواة؟ علشان إيه؟ علشان الجولجي يديلي الجرانيولز تبقى بيزة في الخلية لإن المتحتوى بتاعها هيطلع على البلات كابيلاريز أو الشعيرات الدموية اللي موجودة بتبقى تحت إيه؟ تحت البيزمت ميمبرين لكن دي مثلا زي مين؟ مثلا زي الـ Parafolيكلر سيل اللي إحنا خدناها في الثيرويد لكن أنا عندي مثال تاني إن الخلايا دي ممكن ما تبقاش قاعدة على بيزة اللامنة زي مين مثلا اللي خدناها؟ زي الشيف سيل بتاعت الـ Parathyroid في الحالة دي السيكريتوري جرانيولز والجولجي أباريتس ممكن يبقوا متواجدين في أي جزء من الخلية على حسب إيه؟ على حسب البلات كابيلاريز عندي موجود فين بالضبط يعني لو البلات كابيلاريز كده موجود حوالين الخلية كلها يبقى ممكن تلاقي الجولجي أباريتس والسيكريتوري جرانيولز في أي مكان في الخلية على حسب إيه؟ مكان البلات كابيلاريز موجود فين بالضبط اتفقنا يا شباب؟ خلينا أقولك إن أنا فيه النوعين عندي من الـ Diffuse Neuro Endocrine System نوع بقول عليه open type ونوع بقول عليه closed type ايه الفرق ما بين الاتنين open معناها ان الخلية دي بتيجي وتوصل للتجويف بتاع الارجان عن طريق ايه long microvillai long microvillai يعني الخلية دي كده بيبقى ليها long microvillai بتوصل بيها لحد ايه لحد التجويف بتاع الارجان اما closed type فده معناه ايه closed يعني مقفولة يعني ايه مقفولة يعني الكمة او الايبكس بتاعة الخلية بتاعتي ما بتوصلش للتجويف بتاع الارجان بتبقى مضغطية بالايه بالخلايا الاخرى اللي حواليها زي مين زي مين مرافو عليكم زي الparaphylicular cell بتاعة thyroid gland وهي فعلا هل هي محتاجة التجويف في الحاجة لا مش محتاجها لانها ببساطة شديدة هتيجي تطلع السيكريشن بتاعها على ايه البلوت كابيلاريز اللي موجود تحت البيزمينت ميمبرين اللي هي قاعدة عليه طب هو الopen type اللي هي وصلت للتجويف هل هي محتاجة التجويف في حاجة اه زي ما هناخد ان شاء الله في الجاسترو انستاينال سيستيم او في الديجيستف سيستيم او في الجهاز الهضمي هنعرف ان الخلية دي بتتنشط بمحتوى ايه بمحتوى التجويف يعني محتوى التجويف ده لو في جزيئات بتاعة الاكل هي دي اللي بتنشط الخلية علشان ايه علشان تقدر انها تيجي وتفرز الهورمونز بتاعها على البلوت ايه طب عايزين نعرف دلوقتي هي موجودة فين والله موجودة في اماكن كتير جدا في جسمنا اول حاجة زي ما هناخد في الجاسترو انستاينال تريكت او في الجهاز الهضمي بتبقى موجودة وبسميها في الحالة دي انتيرو اندوكراين سيستيم انتيرو نسبة لإيه يعني للخلايا بتاعة الجاسترو انستاينال تريكت الخلايا الداخلية بتاعة الجاسترو انستاينال تريكت هنلاقيها برضو موجودة في الRespiratory System فاكرين لما جينا أخذنا التركيب بتاعت راكيا والبرونكاي والبرونكيول وقلنا أنه بيبقى فيها الخلايا بتاعت الDiffuse Neuro Endocrine System زي الSmall Granule Cells كمان الخلايا بتاعت الHypothalamus اللي احنا أخذناها في أول Endocrine اللي هي عبارة عن السوبراؤبتك والPara Ventricular Nuclei واللي برفيرزولي الأوكزيتوسن والAntidiuretic Hormone كمان الخلايا بتاعت الثيرويد جلاند الPara Follicular Cells الشيف سلزي بتاعت الPara Thyroid Gland الكرومافين سلزي بتاعت السوبرارينا الميدالة الخلايا بتاعت الEyelts of Langerhans كمان خلي بالك الخلايا بتاعت الAdeno Hypothesis بتاعت الPitutary Gland كمان الخلية اللي هي بتاعت الجلاند المعجزة اللي هي الPineal Gland أو الغدة السنوبارية الخلايا اللي بقول عليها الPineal Cite Cite يعني خلية بتاعت الPineal Gland اللي بتفرز الهرمون اللي هو اسمه الميلاتونين أو الهرمون اللي بسميه معجزة الحياة الPineal Gland فيه جماعات مش عليها لكن انا اتمنى ان انتو تسمعوها لان زي ما بقول لكم الPineal Gland ده هو ده اللي بيسموه معجزة الحياة فلو تقدروا تسمعوها علشان نعرف ليه تسمت الPineal Gland بهذا الاسم اتفعنا شباب كده نبقى خلصنا وننصل للسؤال بتاعنا أول حاجة الإجابة الصحيحة هي برافو عليكو الإجابة الثالثة ليه؟ هل الألفا موجودة centrally؟ لا دي موجودة peripheral هل هي أكتر خلية في العدد؟ لا والله دي البيتا سيلز هي الأكتر هل هي بتسكريت السوماتوستاتو؟ لا والله دي دلتا سيل يبقى إذن فعلا هي اللي بتتميز ان السكريت ريجانيوز بتاعها لو إلكترون دين سكور كده نبقى خلصنا شوفكم على خير إن شاء الله شكرا